إدارة الأزمات والكوارث الطبيعية محور أخذ حيزا من النقاش في الملتغى الجغرافي العاشر الذي نظمه قسم الجغرافية في كلية العلوم الاجتماعية الذي رأى من خلاله المختصون أن تطبيق التكنولوجيا الحديثة وتأسيس لجنة تعنى بجميع المعلومات الجغرافية سيساهمان بشكل كبير في نجاح الدولة لإدارة هكذا أزمات مهم جدا استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل ما ذكرت صور الأخمار الصناعية تحليل صور الأخمار الصناعية ونظم المعلومات الجغرافية في دراسة التغيرات المناخية ووضع استراتيجية عمل واضحة للدولة في هذا الشيء كذلك الآن على مستوى الدولة عن طريق اللجنة الوطنية نظم معلومات الجغرافية هذه التكنولوجيا ستستخدم في كل مؤسسات الدولة ومن أبرز العوام التي تساعد في الإدارة الناجحة للأزمات الطبيعية إنشاء المدن والمناطق السكنية وفق معايير جغرافية دولية إلى جانب إبعاد الأنشطة التجارية عن الشواطئ البحرية لازم يستعينون في المهتمين في مجالات معينة مثل جغرافيا خاصة في إنشاء بعض المدن أحيانا بعض المدن ممكن تكون في منخفضات في أماكن معينة فإحنا شون نتعامل مع هذه الجوانب دولة الكويت أقلب الأنشطة البشرية القائمة عليها بالقرب من الشاطئ فأي تقير رح يحدث في منسوب البحر سيؤثر على تقير الشاطئ والتقير هذا رح يؤثر على البنية التحتية بالقرب من الشاطئ إنشاء مركز لإدارة الكوارث الطبيعية والبيئية لما له من أثر في مساعدة الغيادين في إدارة الكوارث من منظور علمية يحاكي كل الاحتمالات التي قد تسببها الكوارث الطبيعية والغير طبيعية أمر بات في قاية الأهمية كما يرى المختصون لتلفزيون المجلس عبدالله الحنزي